موسيقى مساءكم خير وإحنا النهاردة بنبتدي حلقتنا خلونا يعني عندنا خبرين خبر حلو جميل ومبشر وخبر فيه كلام جد وأنا بتفرق أو بذاكر كده في الخبرين جيف بالي حاجة مهمة جدا في سلوكنا إحنا كمصريين دايما كده إحنا نحب جدا نتكلم عن تطبيق القانون وإجماعة لازم تطبقوا القانون عشان يحصل كذا 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 يا جماعة لازم تطبقوا القانون عشان يبقى فيه نظام في كذا كذا كل واحد فينا طبعا بتحدياته وبقصته الخاصة كلنا نقعد نتكلم كتير قوي عن ضرورة وأهمية تطبيق القانون ويتطبق القانون لي أبقى فرحان لكن يتطبق القانون علي هنا بقى يظهر الامتحان الأساسي لحاجة اسمها النزاهة وهو أصلا تعريف النزاهة كده إنك لو تقبل أنه الحق والصح والمزبوط والقانون يتطبق ليك ويتطبق عليك أو يتطبق عليك قبل ما يتطبق ليك يبقى أنت شخص نزيه يعني أنت قادر تواجه وتستحق أن يطبق لك القانون ببساطة كده إحنا عندنا في ضمن التحديات الكبيرة في حياتنا هي العشوائية دي تلاقي ناس مثلا في بيوتها من جوة نظيفة جدا 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 لكن في الشارع هم أكتر ناس ممكن يرموا حاجات في الشارع ويرمي في الشارع والأب يوري ولاده كده وتلاقي ناس في عربيات شيء جدا ترمي في الشارع دي نفس الفكرة بتاعتها أنا عايز القانون لي مش عايزه علي وعايز أقف في التبور لو أنا هاخد فلوس لكن مش هقف في التبور أبدا لو أنا بطلب خدمة وغيس على ده ممارسات كتير إحنا نسميها ازدواجية وإحنا نسميها تصرفات مقلوبة لكن بعض الناس بتبررها لنفسها بالضبط كده لما زي ما تكون في مكان شغلك فتستخدم ورق زيادة مناديل زيادة عارفيني الحاجات البسيطة دي؟ هي دي بالضبط فكرة الازدواجية في أننا الحاجات اللي لي ببعايزها قوي والحاجات اللي علي أنا بفاصل فيها قوي ما عرفش ليه بقول لكم الفكرة دي بس عشان عندنا خبرين حلوين خبر لنا وخبر علينا خبر للينا أو التزام علينا يعني الخبر اللطيف اللي معظم الناس اللي عاملين في القطاعات الحكومية في الدولة هي منتظرينه ومتوقعينه بالمناسبة الخبرين النهاردو كانوا حصيلة اجتماع مجلس الوزراء اللي ده اللي صدرت من خلاله قرارات مهمة جدا الخبر الأول لصالح المواطن أو تحديدا الموظف وحقوق الدولة هو الزيادة العلوات السنوية بدءا من 1 يوليو ده الخبر زي ما اتفقنا اللي لينا الموافقة على زيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين في الدولة اعتبارا من 1 يوليو المقبل وإقرار حزمة من الحوافز والمنح والعلوات للموظفين وإقرار مخصصات مالية للتعينات الجديدة في قطاعي الصحة والتعليم لو الخبر ده نقف عنده نقف نلاقي أنه استجابة لكتير من المناشدات طبعا الحد الأدنى للأجور ده الكرامة والحياة الكريمة والحد الأدنى العادل اللي احنا نقبله للمواطن المصري واللي عارفين أنه كمان عايزينه أكتر وأكتر أنا بفتكر دايما كلمة سيادة رويس لما قال أنا أتمنى أنا مش هسكت لما يبقى دخل الفرد غالبا قال رقم كبير حوالي 20 ألف جيمسا مش فاكرة بس أقصد إحنا عارفين والدول عارفة تحديات الحياة والمصاريف اللي بتزيد وعارفين أنه كل قرارات التقيلة أحيانا على المواطنين الخاصة بإعادة توزيع منظومة الدعم تقيلة كمان على الطبقة المتوسط فعشان كده قرار الحد الأدنى للأجور مهم جدا والجزء المهم جدا فيه موضوع التعيينات الجديدة كل الآلاف اللي بتقول المعلمين النقص الحاد في المعلمين النقص الحاد في مخدمي الخدمات الصحية تفتكروا كان سببها أن الوزارات متهونة في أنها توفر عمالة الحقيقة لا كان سببها أنه ما كانش فيه ميزانيات مخصصة لده فالوزارة مثلا تبقى عاوزة لكن ما عندهاش ميزانية تدفع مرتبات للأعداد دي عشان كده احنا زعلنا قوي مثلا في فترة من وزارة التربية والتعليم لما قالت نفتح الباب للتطوع لكن الأجر قليل جدا الدولة قدرت تبقى حضرة بقوة في المشهد ده وتقول لا يبقى فيه تعينات ويبقى فيه كوادر تاخد أجر عادل أو على الأقل تبتدي من الحد الأدنى للأجور وانت طالع بإذن الله القرار التاني بقى اللي هو أعتقد أنه مش بس قرار لكنه هو خلفية لحالة من الحسم وحالة من الحسم احنا شفناها ووجعتنا وزعلنا لأن احنا بنزعر لما القانون يتطبق علينا وإحنا اتفقنا الحكاية دي بتوجع وخصوصا توجع اللي تعود أنه يخالف القانون فكرة التعدي على الأراضي الزراعية جماعة ظاهرة بيبررها المبررين ويقول لك والناس تعمل ايه؟ ووهي الناس لأيه سكن؟ وما الناس كانت بتبني في أي مكان؟ طبعا الصراجل غالبان ما بيبني لعياله وبيت عشان يعيش هو عياله القرارات اللي تخص إيقاف التعدي على الأرض الزراعية صدرت أصلا من سنوات طويلة لكن الجديد النهاردة اعتبار أنه التعدي على الأرض الزراعية جريمة مكتملة الأركان وهي فعلا جريمة مكتملة الأركان إحنا لو شفنا كده في بحث صغير شكل الأراضي الزراعية مثلا في المنطقة بتاعة الدلتا والدلتا دي الكنز بتاعنا دي المزرعة الكبيرة بتاعة مصر شوف كده افتح خراية جوجل وشوف الدلتا من 30 سنة وشوف الدلتا اليومين دول شوف شكل الخضار اللي حوالين دلتا مصر شوف شكل البناء والتعدي وصل لإيه وقد إيه مكحف وقاسي يعني هنقلب كده مع حضراتكم في شوية بيانات لكن بس بتقولك قد إيه التناقص في الأرض الزراعية قد إيه التطور في المساحات أو تناقص المساحات الأرض الزراعية تفاصيل عدد العمالة اللي بتشتغل في الزراعة اللي بتقل كتير من الإحصاءات وكتير من الأرقام اللي تخد لكن أنا عارفة مش كلنا بنفهم لغة الأرقام دي مثلا قطاع الزراعة والصيد قد إيه بيستهم في الناتج المحلي الإجمالي قد إيه الجزء الأزرق الصغار ده 15% تقريبا 11% من إجمالي الناتج المحلي وده رقم ضئيل جدا على بلد زي مصر كل واحد فينا هيقول الجملة الشهيرة يعني هي جت علينا هي الحقيقة بقى أنا مفتكر كمان كلمة ريس اللي قالها غالبا أثناء افتتاح تطوير عملية إزالة التعديات على الترع والمصارف لما قال في خلال ست شهور إحنا مكلفين أن نعيد الوضع إلى ما كان عليه قبل 30 عام تو دخلين التحدي دخلين إحنا دخلين تحدي شكله إيه وعودة تاني للقرارات تعالوا نشوف بس حسم الدولة عشان أي حد لسه بيفكر أو يعتقد أنه ممكن يبقى فوق القانون يفكر مرة تانية لأنه القرارات هي أولا إيقاف أي دعم بيحصل عليه المتعدي على أي بقعة زراعية سواء كان هذا الدعم دعم بكل أنواع الدعم للدولة بتقدمه تموين أو خبز أو أسمدة وغيرها من صور الدعم ده في الغالب للشخص اللي بتعدى على الأرض الزراعية ببناء مخالف داخل أرضه مثلاً الزراعي الخطوة الأكثر تنظيماً للسلوك العشوائي اللي كان حاصل ده تكليف وزير العدل بدراسة وإعداد مشروع قانون يتضمن مصدرة المبنى المخالف اعتبار التعدي على الأراضي الزراعية جريمة مخلة بالشرف بالإضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة على المتعدين ومشروع القانون يتضمن معاقبة المقاول الذي يتولى بناء المبنى المخالف القصد يعني أن الدولة عايزة تقول خلص خلصت مرحلة محاولة استيعاب الكارثة الكبيرة اللي احنا عملناها في بلدنا بالمناسبة أي أرض زراعية يتم التعدي عليها بالبناء مستحيل إعادتها تاني أرض زراعية ودي الكارثة الأكبر فأنت بتتعامل مع وضع قائم سيء وبتحاول تحتوي هذا الوضع الصعب لكن خلونا كمان نشوف جدية الدولة فكرة إصدار قوانين أكثر سرامة ده ممكن يخدمنا في إيه في اللجاي وممكن يوفر علينا إيه سيادة النائب عمر درويش وكيل لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب معنا على التليفون مساء الخير سيادة النائب ومبسوطين أننا نكون معاك وحنا نتكلم عن قضية هي واحدة من أكبر تحديات التنمية المحلية في مصر يمكن وبالتأكيد درستوها وتكلمتوا فيها عشرات المرات في لجنة التنمية المحلية مساء الخير مساء الخير أفضل عايزة بس أبدأ مع حضرتك من حيث انتهينا يعني إلى أين وصلنا في محاولات أو جهود الدولة أو جهود وزارة التنمية المحلية في محاولات يقاف التعديات وإلى أي مدى الكام سنة اللي فاتت اللي ظهر فيهم حاسم حقيقي حققوا نتائج على الأرض على الأقل في منع المزيد من التعديات طيب خلينا بس يعني إن بدأنا الحديث عن هذه المسألة نتفق على ما فيش شك طبعا أن جريمة التعدي على الأراضي الزراعية هي جريمة تستوجه بعقاب شديد جدا لأنها مش بتهدد كمان الأجيال الحالية لكن تهدد أيضا الأجيال القادمة إن كنا أمام تحدي كبير إن خلال العشر سيين اللي فاتوا يعني زادت بشكل مخيف حالات التعدي على الأرض الزراعية ممكن كانت فيه جهود من الدولة بتبذل في إطار الحد من هذه الجريمة اللي محدش يقبلها ولا نستطيع أن نقبلها الآن خصوصا إن إحنا بنتعرض إلى مشألة تغيرات مناخية بنتعرض إلى أزمة الهداء بنتعرض إلى يعني تآكل الرقع الزراعية فمسألة مجابهة هذا السلوك المشين أو هذه الجريمة ده واجب مش بس على كمان الدولة لكن واجب على كل مواطن وهو لا يسبح بمسألة التعدي على الأراضي الزراعية فدي مسألة لا جدالة فيها ويمكن إحنا في لجنة الإدارة المحلية يعني بصفة أمين سر اللجنة يعني فتح هذا الكلام أكتر من مرة مش بس كمان في لجنة الإدارة المحلية ولكن أيضا في اللجان المختصة زي لجنة الزراع في مسألة كيفية مجابهة التعدي على الأراضي الزراعية ويمكن حيك قلت جملة مهمة جدا إن من بعض الأسباب يعني اللي بيقول إحنا عايزين نبني إحنا مش لقيين ومعالي ذلك من الأسباب التي لا تعفل المسئولية هنا على مسئلة التعالي بس أنا حاجة أضيف لحضرتك أنه يجب أن يتضمن المشروع القادم مش بس معاقبة المعتادية والمقاول ولكن يجب أن يعاقب أيضا من سهل هذه الجريمة يبقى هنا لازم يبقى عندي رقابة مشددة على عمل المحليات بالزبط اللي شاهد مبنى كبير بيطلع وسكت واستنى عليه لحد ما طلع رمى أساسياته طلع يجب أن يكون هناك حساب راضع لمسئولي الزراعة سواء الجمعية الزراعية أو المسئولين عن الزراعة في القرى والأقليم والمحافظات والنجوع لأنه أنا النهات ده وأنا بعاقب يعني مرتكب هذه الجريمة يجب أن يعاقب من سهل له ارتكاب هذه الجريمة المسألة مش بعاقبه هو لا ده أنا بعاقب كمان اللي شاهد هذا الفعل وهذه الجريمة ترتكب ولا يعني ايه يوقفها ولا مش بسألة بقى زي ما احنا بنشوف أروح أعمل محضر ولما جا تفعل ولا أنا عملت اللي عليها لا يجب أن هناك وقفة راضعة لمن سهل تلك الأمر الآخر مهم جدا الشيء بالشيء نقوله وإحنا بنتاجي في هذا يعني المنهج المهم جدا سامحك قلتي أن يعني الزراعة دي أمن قومي أننا يجب أن أعيد النظر هذا في الاشتراكات البنائية أننا قدم ساحة للمواطن أن يكون فيه تسهلات ويكون فيه تاستراك أنه هو يبدأ ينطلق في رحابة مصر زي ما احنا بنكتلم على الترشعات في الجمهورية الجديدة أن يكون عنده الإمكانية بقى في مسألة البناء في مسألة المباني حتى ولو بشكل رأفي في مسألة التمدد العمراني أنه نفتح له مجال علشان ما يبقاش فيه حجة بزاق يعني حضرتك تشيط سات النائب أنه إتاحة فرص في الظهير الصحراوي لكل محافظات مصر للبناء عشان نحاول أنه نمنع جذور الأزمة بصبت كده ليه هقول لحضرتك لها لأن احنا النهار ده لو قلنا يعني طبعا عدم البناء طبعا ده شيء يعني منتهي منه وشيء مسلم به أدي بقى للمواطن فرصة أنه هو يشتري قطعة أرض ويضر يبني عليها أدي للمواطن فرصة أنه هو يستفيد من المفادرات اللي الدولة بتعملها فيه ساكن كريم والإسكان الاجتماعي والمتطورة ما إلى ذلك أدي المساحة والمتنفس وطبق العقاب على من يخالف لكن محتاجين نراجع مسألة الاشترافات البنائية محتاجين يكون فيه زيادة وأنا بحية برضو لازم نسمي من دور الدولة المصرية في التوسع العمراني اللي بيحصل وبناء المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة اللي اتساهل على المواطن أنك بدل ما تتدور على أنك تخالف بالبناء على أراضي الزراعية تستجب نبيل دريمة أن أولى بك وأفضل أنك تنتقل إلى المدن الجديدة أنك تنطلق في شراء قطع أراضي في الضهير الصحراوي عندك وتبني أو أن يسمح ليك بالبناء بضوابط معينة بارتفاعات رأسية أنا بشكر حضرتك وبأثمن جداً الكلام لأنه نابع من دراسة للوضع فعلاً على الأرض هم عوامل كتير هي لسببة الفكرة دي أولها الإتاحة أو إتاحة الفرصة للناس أنها تعمل الغلط ويتم تكرار عندي سؤال أخير وسريع جداً عايزة أسأل حضرتك فيه عشان بيحصل خلطة أحياناً البعض بيقول هنبني على أرض زراعية هبني مخالف وهقدم تصالح الناس متخيلة أن قانون التصالح هيمرر أخطاء أو كوارث زي دي في ظل أنه هقدم على تصالح وهدفع غرامة هل ده وارد أو هل الخلط ده منطقي؟ طيب هو خلطي مش منطقي لين أولاً يعني الباب الخاص بالتصالح هو أغلق من فترة بالتوقيتات اللي نص عليها قانون التصالح لكن حديث فقط شؤال مهم جداً مسألة النهاردة أن يكون عندي تصور ارتكاب المخالفة أو الجريمة فابدأ التفس علشان أحصل على إجازة بطرق غير متوافقة وغير قانونية هو ده مسلك يجب أن يجابه إحنا نحتاجين في مسألة التعدي على الأراضي الزراعية دي بالمناسبة إلى حوار بناء نفاهم الناس تدعيات البناء على الأراضي الزراعية الناس يجب أن يحاول لحضرتك حاجة أنت يجب أن ترفع الحفظ الوطني شوية أنه يبقى عارف أن هذه الدريمة دريمة مخلة بالشرف بالضبط وده اللي النهاردة تم إقراره ودايماً بتيجي في بالي مقاربة زيها زي تجارة الأثار بالمناسبة زيها زي إنك تسيق لأثر لأنه ده بلد ده إحنا بنسيق لرقعة زراعية شوف حقيقي إحنا في تنسيق شامل أحباب والساسين كان لنا تعقيب من حوالي أسبوع أو أسبوعين على مسألة التعدي على الأراضي الزراعية عايزة أقول لي حقيقي إن في رفض نحالات في بعض المحافظات والقرى إن ترك المخالف لغاية ما ساحة الأرض ورمى أساسات وطلع بعبدان أما تيجي تحذب الموظف المسؤوليك أنا حررت محاضر طب أنت أخذت خطوة لوقف هذا التعدي منعت ولا بس أمنت نفسك بشكورك دي نقطة في غاية الأهمية لسيادة النائب بيقولها يعني عشان بس كمان الناس تتطمن إنه الدور النيابي لمجلس النواب أو دور الرقابي لمجلس النواب شايف أبعاد تانية كمان سيادة النائب عمر درويش أمين سر لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين قال جملتين في غاية الأهمية أولا إنه في مراقبة وفي عين تراقب كمان المحليات مسؤولي المحليات اللي بيترك التعدي يحدث هي بالمناسبة إحنا مشكلتنا يا جماعة مش نمسك الحران إحنا مشكلتنا نمنع الجريمة زي بالزبط في جريمة قتل الأمان أن تمنع القتل مش إنك بس تمسك القتل فهي الجرائم اللي تشبه التعدي على الأرض الزراعية أنت عايز تمنعها قبل حدوثها فالرقابة على ثلاث مراحل على من سمح من نفذ من سهل وبالتالي بالتأكيد صاحب الأرض أو صاحب المبنى بعد الفاصل نكمل كلامنا لأنه النهاردة عندنا الحقيقة قصص وملفات مهمة وآخرها لو بعد الفاصل يعني هنكلمكم عن حاجة أعتقد أن كتير مننا جات في بالنا وسألنا نفسنا السؤال بتاع إيه السر وراء فيروس كورونا إيه اللي ممكن يبقى الأثر الجانبية أو الأثار الجانبية الحقيقة أنه في أبحاث تبتدت تظهر بتتكلم عن أثار جانبية ممكن تكون مخيفة وخطيرة لفيروس كورونا مش بس قصة أنه كافح هذا الفيروس لكن بعد الفاصل نعم شوف تأثير بيروس كورونا على الصحة الإنجابية كمان لألاف من المواطنين بعد الفاصل مساءكم خير مرة تانية وندخل على طول في الموضوع لأني مش من أنصار نظرية المؤامرة بأي شكل من الأشكال لأن المؤامرة لما تكون واضحة وقريبة وغريبة ومريبة والتفاصيل كده لما تتربط جنب بعض تحس أنه في أسئلة اللي هزم تتسقل يعني حتى لو كانت الإجابة على الأسئلة أنه لأ نظريتكو غلط واللي أنتو بتفكروا فيه ده مش حقيقي بس نسألها كم واحد فينا سأل السؤال بتاع هو إيه ورا كورونا؟ هو إيه اللي هيحصل للبشرية بعد كورونا؟ وبعيدا عن الإجابات الأولية اللي احنا خدناها بتاعت أنه الاقتصاديات العالمية تغيرت خريطة الاقتصاد خريطة الثروات الجديدة اللي توزعت بعد كورونا دي كلها تحليلات اقتصادية لكن برضو فيه سؤال إيه الرواسب الصحية؟ هتلاقي أنه فيه إجابة أولى جات لنا أنه علم النفس بكل فروعه هيتطور وهيزدهر لأن كلنا بقينا مكتئبين من بعد كورونا لكن كمان السؤال اللي نسيجت أحد الأبحاث الجديدة أنه الأكدت أنه كورونا بتأثر على القدرة الإنجابية وده أنا عارفة أنه كمان سؤال تسأل وإشعاد طلعت على التطعيم لو فاكرين في بداية التطعيمات إحنا ما فيش حاجة توجزم بحقيقة ده لكن البحث اللي إحنا بنشوفه دلوقتي بيتكلم عن وجود أثار لفايروس كورونا في خلايا الأجهزة التنسلية للمرضى والمتعافين البحث مهم ليه؟ لأنه لما تنشر هو تم على قطاع صغير قوي من الناس على 11 مريض دي خلفية البحث أو العينة البحث كانوا غير مطعمين لكن توفوا في أحد مستشفى البرازيل وتم اكتشاف أثر لفايروس كورونا في الخلايا التنسلية للـ 11 متوفدة ومن هنا ظهر السؤال طيب وجود كورونا في الأعضاء التنسلية أو بقايا كورونا هتأثر على الصحة الإنجابية؟ ده بقى السؤال أو دي بقى كمان الإشاعة التي تناقلتها ملايين أو تناقلها ملايين من الناس وكلنا قلنا البعض لا 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 طب نعيش الأول وعدين نتكلم في موضوع القدرة الإنجابية لكن كان في حقيقة علمية كانت بتتقل الناس اللي رايح ياخد التطعيم كان يتقلوا كده إنه لو بتخطط للحملة في خلال سنة فخلي بالك إنه التطعيم مش مناسب ليك دلوقتي أو لو أنت أخدت التطعيم خلي بالك أو ما تقلقش إنه في خلال سنة ممكن تتأخر شوية الخصوبة عندنا أسئلة كتير في الحتة دي والفتي فيها ممنوعة لكن نسأل دكتور إسلام حسين باحث في علم الفيروسات في باستن ممكن يشرح لنا الخلفية دي ويقول لنا هل إحنا برضو مهوسين بنظرات المؤامرة ولا ممكن يكون في منطقية للكلام ده مساء الخير يا دكتور دكتور إسلام مساء الخير إحنا معينا دكتور إسلام حسين الباحث في علم الفيروسات من باستن ممكن يوضح لنا تفاصيل وخلفية وإجابات على السؤال ده طيب لحد ما يرجع لنا دكتور إسلام نفسي كده أرجع مع حضراتكم للوقت اللي كنا فيه بنتكلم فيه بدايات الحديث عن اللقاحات كان فيه طيارين كبار طيار كبير بيتكلم عن الاقتصاديات اللي وراء اللقاح وتوزيع اللقاح العادل على الدول الأقل حظا في الاقتصاد والحقيقة إن دي الحتة الثانية دي ما حصلتش أو ما شفناهاش أو ما حسناش بمعاناة فيها يعني طبعا اقتصاديات العالم اتغيرت طبعا والشركات والدول المنتجة للقاح هي أكثر أكثر استفادة من اللقاح طبعا وفيه بلاد لحد النهاردة بتعاني من تداعيات فيروس كورونا وبتعاني من عزل شديد طبعا لكن كمان كان عندنا السؤال التاني بتاع المتخوفين من اللقاح واللي فضلنا طول الوقت إن نبقى بنقوم الطيار ده اللي كان بيقولك فيه حاجة اللقاح ده هي موتن كنا بنوض نقنع الناس نقولهم لا والحمد لله ما حصلش لكن المخاوف على التأثير على الصحة الإنجابية سؤال منطقي جدا ومنحقنا نسأله دكتور إسلام رجع معنا على التليفون مساء الخير دكتور إسلام حسين باحث في علم الفيروسات في باستن أهلا بحضرتك أهلا بكي مساء الخير عليك وعلى سيدان شاهدين مشاهدة حضرتك سمعتني من أول فين لكن أنا بسأل السؤال المنطقي اللي على خلفية البحث البرازيلي اللي بيتكلم عن وجود بقايا الفيروس كورونا في الخلايا التناسلية للمتوفين من هذا الفيروس وسؤالنا الكبير هل الكورونا تؤثر على القدرة الإنجابية للعالم أو لملايين من الناس الموجودين وإلى أي مدى كلام ده ممكن يكون علميا منطقي سؤال مهم خليني أبدأ الأول بمقدمة سريعة جدا أنه إحنا مع بداية الوباء في لو رجعنا في ظهرنا الوراء العشرين عشرين كنا متطورين أنه فيروس كورونا المستجد سارس كوفي 2 فيروس تنفسي كلاسيكي يصيب الرئة وبيع المشاكل في الجهاز التنفسي زي وزي فيروسات أخرى كثيرة بتصيب الجهاز التنفسي بعد ما يعني مع الوقت بدأت تظهر نتائج وملاحظات كثيرة تركمت خلال السنتين اللي فاتوا بتقول أنه لا يكتفي بالجهاز التنفسي فقط ولكن له آثار أخرى على أجهزة مختلفة في الجسم منها رقم واحد الجهاز التنفسي رئتين بالتأكيد لكن ممكن يعمل مشاكل في الرئة في المخ ممكن يعمل مشاكل في الكليا ممكن يعمل مشاكل في الأوايات الدموية ممكن يعمل مشاكل في الأعضاء التنفسية ممكن يعني له تشعبات مختلفة داخل الجسم بالسبب في الموضوع ده أكتر من حاجة الحاجة الأولى علميا أنه المستقبل اللي بيستخدمه فيروس كورونا عشان يفتح البيب بتاع الخلايا بتاعتنا ويدخل مش موجود في خلايا الرئة فقط ولكنه موجود في أماكن كتيرة في الجسم فده بيمكن الفيروس أنه هو يغزو أعضاء مختلفة من الجسم خارج منطقة الجهاز التنكس طيب يا دكتور قبل ما نروح للحاجة التانية ممكن بس أسأل في الحاجة الأولى دي كان بيتقال كده أن الفيروس يهاجم المنطقة الأضعف في الجسم فعني لو شخص مريض كله فيتقاله أخطر حاجة عليك أن الفيروس ممكن يهاجم هل ده منطقي ولا زي ما حضرتك بتقول لا فيه ريسبترز في أماكن كتير وهو ممكن يروح يهاجم أي مكان من دول يعني هل موضوع عشوائي ولا مرتبط بالصحة الأساسية أنا جات لي الكورونا وأنا حالتي الصحية بالأساس كانت عاملة إزاي هو مرتبط بحالة كل شخص بكل حالة على حدة يعني ما فيش قاعدة نقدر نطبع على كل يعني في بعض الناس فيه اختلافات بيننا كبشر وفيه اختلافات فيه سرعة وقوة الاستجابة المناعية وفيه دلوقتي اختلافات بيننا فيه ناس واخذة تطعيم فيه ناس واخذة تطعيم فيه ناس واخذة جرعة فيه ناس جرعتين فيه اختلافات كتيرة جدا بيننا دلوقتي فده يؤدي إلى اختلاف الصورة الإكلينيكية عند المصابين فيه ناس ممكن تبقى التعب خفيف ممكن الناس يبقى فيه حاجة ممكن يتطور لقدر الله ويبدأ يدخل لمناطق أخرى الكولا ممكن يأثر بتأثير فيق على المخ ممكن يروح للفانكريات عرفنا بعد كده أنه ممكن يكون له دور في الإصابة بمرض السكر يعني ممكن يعمل حاجات كتيرة جدا ما نقدرش دلوقتي نحدد نحط إيدينا طب رجوعا لمسألة التأثير على الصحة الإنجابية رجوعا للنقطة دي ممكن يستخدم الريسبتور دي عشان يدخل في أعضاء أخرى من الجسم وكمان ردة الفعل المناعية اللي بيعملها الجسم أثناء الإصابة ممكن تسبب مشاكل في أماكن أخرى من الجسم العمل الثالثة المهند أنه ممكن يعمل مشاكل في الأوعيات الدموية والأوعيات الدموية دي هي اللي تمقل الدم لكل مناطق الجسم عندنا كبشر يعني ففكرة أنه هو يروح لأماكن ثانية ويعمل فيها مشاكل بشكل مباشر أو غير مباشر فكرة وابحة فينا بشكل كبير طيب دكتور إسلام تحديدا للناس بتخاف من الموضوع ده قوي هل يقدر العلم النهاردة يجزم أن فيروس كورونا يؤثر على القدرة الإنجابية ولا زي ما حضرتك فهمتنا دلوقتي هو ممكن يؤثر على أي عضو من أعضاء الجسم من ضمنها الأعضاء التنسولية يعني وارد ده وارد حاجة تانية تمام تمام أنا أولا حياتك إشنا وصلنا لفيه هو فيه شكوك بتدعمها نتائج أبحاث بتقول أنه قد يكون له تأثير على الصحة الإنجابية في الرجال على وجه الخصوص فيه بحث لسه منشور من أسابيع قليلة بيقول أنه حدثت فعلا اتخفاض فيه درجة الخصوبة عند الرجال بعد الإصابة وكانت للسطرة موقعتة قعدت حوالي ستين يوم تمام الأبحاث الثانية اللي خرجت على سبيل مثال الدراسة اللي حاجتك عشرات إليها اللي خرجتنا من المرازيل وضحت لنا حاجة جديدة بقى وضحت لنا أنهنا دلوقتي نقدر نكشف عن وجود الفيروس نفسه في الأنفجة بتاعة الأجهزة التنسلية في الزكور ونقدر نعزل الفيروس المعدي من هذه الأنفجة وقدروا أنهم يعني يكشفوا عن تغيرات مرضية مختلفة بتقول أنه بيحتفظ فيه التهاب في هذه المنطقة من الجسم تمام فكل الأجزاء الصورة دي لما نحطها جنب بعضها نقدر نقول أنه بالفعل قد يكون له تأثير على الصحة الإنجابية لكن حتى الآن الصورة بتتركب شوية وشوية ما عندناش تصور واضح للصورة كاملة ولكن هناك أدلة ولكن هناك أدلة بتقول أنه فعلا عند المصابين قد يكون له تأثير مؤقت حتى الآن يا رب يكون له أكثر ويختفي مع الوقت فالسؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي بقى طب إحنا دلوقتي تكشفت لنا الموضوع ده أنه ممكن يعمل مشاكل في القلب ممكن يعمل مشاكل في الرئة ممكن يعمل مشاكل في المطعم للصحة الإنجابية طب نترس إزاي بقى إيه هو التصرف بتاعنا أنه نحاول نتجنب المشكلة دي إزاي نتجنب المشكلة دي بتجنب الإصابة طيب الإصابات دلوقتي بقت منتشرة بشكل كبير خصوصا مع أوميطرون بقى نصعب جدا إحنا نتجنب العدوى إذا ما فيش قدامنا غير التطعيم والتطعيم يجعل أي ضرر أقل يعني حاجة بالضبط كده حاجة على فرصة الفيروس إنه يتكاثر بكميات عالية داخل الجسد هيخليها فرصة منخصبة وبالتالي ما يبقاش عنده الفرصة إنه يبدأ يقتحن أماكن تانية في الجسد إحنا مش عايدين يروح فيه ويبقى الموضوع مجرد أعراض خفيفة سوعة كم يوم والإنسان الحمد لله يتعافى ويرجع لحياة الطبيعيات بالضبط وده اللي كلنا اختبرناه مثلا في الموجة الرابعة مؤام إكران إنه كانت أخف تأثيرا وضررا دكتور إسلام حسين الباحث في علم الفيروسات بباستن إذن عشان كمان نلخص تاني لأنه إذا مفتحنا موضوع خطير زي كده لازم نقفله كلام دكتور إسلام بيأكد حاجة عكس النظرية اللي كانت سائدة إنه إحنا كنا بنخوف بعض من اللقاح ونقول اللقاح ده جماعة ده بيأثر على الخلفة دايما يقولوا كده فلا الكلام اللي دكتور إسلام بيقوله اللي بيقول وارد إنه فيروس كورونا يكون بيأثر على الأجهزة التناسلية زي ما بيأثر على كتير من الأجهزة في الجسم وارد والفيروس اللي بيأثر مش اللقاح يعني إحنا معركتنا الأساسية لسه مع العدوة أو مع الإصابة فإحنا نتمنى إنه أي شخص لم يحصل على اللقاح لحد دلوقتي إنه أولا ما يجيلوش الفيروس أو ثانيا إنه يحصل على اللقاح عشان لو جالوا الفيروس تقل أضراره واضح جدا أنه كتير من المفاجآت مخبهالنا فيروس كورونا والنظرية العالمية المريبة بتاعت أنه سكان العالم مليارات العالم دي لازم تقل شوية ولازم نهدي عجلة الإنجاب قد تكون فكرة تأثير فيروس كورونا على الخلايا التناسلية واحدة من الآثار الجانبية اللي ممكن تهدي أعداد السكان إلى فترة وجيزة ودي ما زالت أبحاث ومحاولات لفهم هذا الفيروس اللي ما فيش حد في العالم يقدر يجزم إنه هو ممكن يكون مفهوم تأثيراته أو تداعياته لحد دلوقتي بسرعة أخدكم الخبر كده لأن إحنا واضح جدا إن بقى شغلتنا في الإعلام زي ما نقول أخبار بقى شغلتنا كمان ننفي إشعاعات ومن أكثر الإشعاعات الإشعاعات تطلع على نوعين من الناس يا جماعة هو تطلع على شخص يثير للجدل وشخص ناجح جدا ومن ضمن الأشخاص اللي عليهم إشعاعات كثير جدا الفترة دي كل نجوم منتخبنا الوطني ببساطة كده هتلاقي في بعض الناس في وسط ما إحنا كنا شايفينهم عملوا أحسن ما عندهم وحقيقي ما حدش في مصر كان زعلان وإحنا خارجين حتى من غير الكاس لكن كنا سعداء بمستوى وبأداء وبروح وبمكاسب تانية كتير إحنا شفناها مكاسب ما كانتش هي المكسب المنتظر لكن كانت مكاسبنا من ضمن المكاسب دي إنه حتى الأراء الجدلية حوله كارلوس كاروش مدرب منتخب مصر ابتدت تفهم إن الرجل ده بيشتغل بعقلية جيدة من ضمن المكاسب العظيمة اللي كسبناها حاجة ما حدش كانوا ياخد بالوا منها وهي الاندباط في معسكرات التدريب ودي تفصيلة يعرفها الرياضيين ويعرفها المهتمين بالرياضة إنه الاندباط في معسكرات التدريب تكلفة غالية قوي وعايزة حسم كبير وعايزة مدرب قادر يدير الفكرة دي يمنع دخول الكاميرات يمنع خروج اللاعبين بين غير أي مبرر يحصل حالة كده من الاندباط ومن ضمن نتائج الاندباط الاندباط الاكتشافات الكتير اللي احنا خرجنا بيها من لاعبين جدد ده اندباط برضو ده عدالة في توزيع الفرص دي كلها مكاسب بالمناسبة احنا كسبناها على خلفية كل المكاسب دي ظهرت أخبار كده بتقولنا إنه كارلس كارش قد يرحل عن المنتخب أو إنه هو قال كده يا جماعة لو أنتو أنا زعلان عايزة أمشي إنه أنا متنازل عن الشرط الجزائي كل دي كانت أعتقد أنها إشعاعات لكن خلونا نسأل عن الحقيقة فين يعني مين اللي وراء فكرة تصدير كارلس كارش هيمشي لا بالمناسبة الشرط الجزائي كبير لا هو هيتنازل عنه مين اللي بيزق المعلومات دي للناس ومين اللي من مصلحته إنه في الفترة دي وطرنا هذا التوتر خلونا نفهم أكتر وأهل الرياضة بقى يكلمون عن الرياضة الناقد الرياضي الأستاذ عمر البنوبي مساء الخير على حضرتك مساء الخير أستاذ دينا وسعيد بقديم مع حضرتك أنا في البداية عايزة يعني أسأل حضرتك عن كواليس لقاء كارش وأعضاء اتحاد الكرة إيه اللي حصل في الكواليش دي واللي بناء عليه تصار رابط أخبار إنه كارلس كارش بيقول أنا ممكن أمشي وتنازل عن الشرط جزائي يعني الحاجات دي كلها كانت بلا مصدر ودي زي ما حضرتك قلت بالزبط لكن الحقيقة إنه كارلوس كارش مدرب من المدربين المصنفين على مستقى مدرب المنتخبات على مستقى العالم كارلوس كارش بمجرد وصوله للقاهرة تاني يوم الصبح أو في نفس اليوم كان بيطلب بعض جلسات مع بعض المسؤولين في اتحاد الكرة لبدء تركيبات معسكر استعداد منتخب مصر لمباراتين الفاصلتين لتأهل لكاس نهاية كاس العالم إن شاء الله قدام السجل الحقيقة نعمده بعض الطلبات تخص الجم وبعض الطلبات تخص معسكر المنتخب وبدأ يتكلم فيها لكن ما فيش أي كلام عن رحيل المدرب عكس المدرب من المدربين المحترمين جدا والمدربين الكبار على مستقى العالم وده ظهر في شغل وصلنا لأنه نحن بنوصل فين الكاس الأهم الأفريقية ما بنخسرش المباراة خسرنا بس ركلات ترجيح تقدمنا في التصنيف العالمي النهاردة للفيفا ووصلنا لأنه نحن بقينا في المركز 34 على العالم تجعنا للتصنيف الأول بقينا الرابع على أفريقيا كل ده من التابع حتى ما سمعت برضو الإشاعة الغريبة بتاعت أنه منتخب الجزائر بيفاوت كارلوس كيروش حتى ألت في الاتحاد الجزائري لكرة القدم النهاردة وأصدقاء ليه هناك نفو تماما الفكرة أنه جمال بالماضي مدرب منتخب الجزائر مستقر في مكانه أصلا مرتب كارلوس كيروش أكبر من مرتب جمال بالماضي والاتحاد الجزائري قد ما يستطيع أصلا توفير المرتب بتاع كارلوس كيروش فهي الكلام ده كله غير خليل حقيقة واضح أنه إشعاعات كتير لكن اللي قلت لحضرتك في البداية أنه كارلوس كيروش بدأ شغله أصلا وموجود في مصر ما خدش أجازة حتى موجود في مصر وبدأ شغله كل ده بينفي كل الإشعاعات وبالتأكيد الوجود واستمرار العمل ينفي الإشعاعات وتحقيق نجاحات قادمة كمان يثبت الأقدام أكتر لكن أنا بس بسرعة عايزة أسأل حضرتك على خلفية كمية الإشعاعات التي بتطلع على هذا الرجل هل في سبب أو تفسير من كواليس الكرة وكمان الحروب الداخلية اللي موجودة كمان في مجتمع كل مجتمع لا لا هو الحكاية مش بالشكل ده كل الحكاية أنه دايما في كل جهاز فيه مدير فني أجنبي دايما يقوله ده فيه خلاف بينه بين المساعدين المصرين بتوعه ده الرجل مش مبسوط من فلان مش مبسوط من علان طلع الإشعاع أنه عايز يمشي كابتن ضياء السيد عايز يمشي كابتن أول جمعة كل الكلام ده غير حقيقي بالمرة وكارلوس كيروش متمسك بكل أفراد الجهاز المعاون له متمسك باستمرارهم كلهم متمسك باستكمال مهمته ما عندوش أي مشكلة العكس هو عنده نوع من الحماس الكبير أنه هو يكمل المشوار أنه هو يوصل بمنتخب مصر إن شاء الله لنهايات كاس العالم لكن هي الإشعاعات دي طبيعي في زمن السوشل ميديا أنه في بعض ممكن الناس مش كواليفايد أنها تشتغل في الصحافة فممكن تقول الكلام غير منطقي أو يكون بعض الغيرانين من الوصول المنتخب للنهائي والاستقرار اللي فيه المنتخب دلوقتي طلعوا الكلمتين دول في تعودنا على ده في المجال لإعلام الرياضي بالضبط أنا بشكرك شكرا جزيلا الناقد رياضي الأستاذ عمر البنوبي بشكرك وبالحديث عن الكورة احنا مش نخلص حديث عن الكورة احنا هنروح نتكلم عن الكورة من الزاوية التانية كرة القدم اللي العالم بيسميها الساحرة المستديرة هي ساحرة جدا وزي ما احنا عندنا تأثيرات ومكاسب حقيقية شفناها للمنتخب احنا كمان طلعنا بدروس مستفادة لتحصن المزاج العام طول البطولة احنا كتير من الموعيد والترتيبات والتحركات حصلت بناءا على الكورة فاحنا مهتمين بالكورة والكورة تؤثر في مزاج الشعوب قاضي حقيقة واحنا شعوب تتأثر وجزء من تقافتها هي الكورة تعالوا احنا بعد الفوصل هنرجع نتكلم في فقرنا الجاية الجاية عن صانعة البهجة الكورة وتأثيرها على مزاج المصريين وكمان بصراحة جدا على ثقافتنا في التشجيع عاملة ازاي النهاردة وصلنا لإيه بعد الفوصل احنا بس قولنا نمسي عليكم بجرعة بهجة وانبساط ومش بس نفتكر معاكم اعمال جميلة وحلوة لكن كمان احنا احيانا بنحب نشوف النماذج والفنانين الكبار اللي احب بينهم على مدار سنين طويلة عشان كمان نرجع نفتكر انه في قيم كبيرة جدا كانت ورا الفن وورا الاعمال الفنية احنا نهاردة متشرفين ومبسوطين جدا احنا بنحتفل بعيد ميلاد الفنان الكبير والقدير فاروق فالوكس وكمان ومناسبة تكريمه من وزارة الثقافة عن مجمل اعماله مساء الخير كونسانا وحضرتك بقى الف خير مساء الخير يا فن كونسانا وحضرتك طيبة مش اقولك عيد ميلادك الكام كملت الاربعين ولا لسه لا انت كده بتكبرين كبرتك صحا لا انا ليه الشرف ان اقول عندي خمسة وتمانين سنة ربنا اديك الصحة يا رب ده ساعدة كبيرة ان انا اقول عمري اه مش كده لانك فخور بحاجات حلوة كتير حققتها اه لا انا فخور اولا ان ربنا اديني الصحة دي الغد الوقت وفخور بان انا قادر امشي وقادر الروح وقادر ايجي الحمد لله وموقف الشغل اه فيا سلام نعمة كبيرة لا اشعر بهذه النعمة الا من مرة بسنة يعني نعمة كبيرة يا ساس فارو طبعا واحنا مبسوطين ومحظوظين ان احنا بقى نتكلم معاك بقى ونرغي وندردش بس الاول هبتدي من التكريم رحكيلي بقى المسرح القومي اللي اعتقد انه من خمسة وستين بقى انا حدك قلت عمرك بقى من خمسة وستين سنة بدأت رحلتك الفنية من خلال المسرح القومي مش كده دي معلومة صحح لا مش من خلال المسرح القومي من مسرح عموما على خشبة المسرح قومي اه يعني اول عمل قدمته في حياتي من خمسة وستين سنة سابقة كان على خشبة مسرح الاسبكية كان اسمه الاسبكية وهم الوقت اسمه مسرح القومي وדי كانت بداية رحلة حضرتك او تجربتك في فنيه اولا الاستاذ ابو بكر عزة الله يرحمه ويحسن اليه واغفر له هو اللي اكتشف فيه الموهبة يعني واخترني من ضمن المجموعة في كلية الهندسة كنت انا طالف كلية الهندسة جامعة القائرة ويعني رئيس الفريق قدمنا ليه فاخترني وعملت التمثيلية الصمتة دي اللي هي اسمها بانتو مايم وانا مكنش عارف يعني مصرح ولا عارف ايني بانتو مايم ولا عارف اي حاجة لكن اكيد كنت مهتم؟ قبل كده ماكنش ولا ليه علاقة يعني يعني علاقتي بالمصرح منين يعني بس ده معنى ان مصرح الجامعة في وقتها كان مزدهر جدا يا سلام انه كان في فرص وفنانين بيروحوا يشوفوا الطلبة مش كده يا سلام على مسرح الجامعة زمان وعلى الاسادزة المهيمين على النشاط الفني يعني قدي كده حاجة ممتعة انك تشوف في الاسادزة المهيمين على النشاط بتاعك وانت بتعملي بروفه هو قعد فقدته بيسمع حاجة بتوفل او كده او كده كنا لسه من دقايب بنتكلم عن القدوة القدوة الشخصية هم كاشخاص قامات عظيمة كان قدوة وكانوا محبين وكانوا محبين لينا اه يعني انا لما الاستاذ او بكر عايزة الله الرحمة وقترني وعملت التمثيلية دي قدرت قولي حضرتك نجاحي فيها واحساسي بالمصرح ابتدى من اللحظة دي من 65 سنة الله وانا قلت يا الله رب يقول ايه ده ايه الجمال ده ايه الحلاوة دي اكتر ما سحرك في المصرح ايه المصرح نفسه نفسه ان انا بقى يعني انا على المصرح وبعمل كده بايه دي اه ما هو كان تانتو مايم يعني كده بعمل بفتح صوت بفتح حنفية فلازم اوريهم ان دي حنفية اه فيتحكوا ما تنزل في يعني ما كذا فقلت الله ايه المصرح ده ايه التأثير ده ايه ده ايه ده ايه الطعامة دي طب واحنا نتكلم عن المصرح بقى ما ينفعش نجري على خطوة انه حضرتك عملت برضو اشتغلت مع احد عظماء واساتيدة وكبار المصرح ايه استاذ الكبير فؤاد المهندس اه طبعا دي واحدا بردو من التجرب اللي كانت في بدايات مسيرتك الفنية مش كده؟ ما هو ساء اصد البكر عرفني betrayيه استاذ فوات وعملت سيدتي الجميلة وعمرك قد إيه استاذ فار увелич لا انا مخرج ااااااااااااااااااااااااااااااااااا تلاتة وستين مهندسة عملت دي تقريبااا دي تسعة وستين اااااااااا يعني مثلاااا كان عمري حضرتك سبعة واش�ون سنة مستو advocacy اباعدين كنت ايه مركز في شركتي بأمر تكليف يعني بالأمر لذا ما كنت نفذ الأمر ده بتقل نيابة تجيبك تكليف أنك تروح المسرح؟ لا كمهندس تكليف الأساسي كمهندس فكنت يعني وصلت للشأوة يعني درجة كويسة واللي انت يا فاس غاملا ده كنت على شافة مدير إدارة يعني ورغم ده حبك للمسرح كان بيه اختفق لا ساتر يا رب بيه ساتر يا رب على العذاب اللي شفته عشان أخرج من وصانة الحربية في قلب عين حلوان عشان أروح أعمل بروفة مع الأستاذ المهندس في رواية أنا فين وانت فين كنت مساعد مقرج معه ومعاده الساعة 11 طيب ومعاد مقدس وأنا في الشغل معاد مقدس بس بتي العربية تخدني الساعة 6 الصبح فأروح بقى أزاقة حال عشان أخرج وعشان أخرج وأركب عذاب ما بعده عذاب لكنه كان فيه غاية كنت راح قابل حبيبتي اللي هي خشبة المسرح وبتالت الانطلاقة بقى يعني إنت حضرتك احترفت التمثيل وسبت الهندسة ما سيبتش الهندسة ما سيبتش الهندسة أبدا خارس إيه دا؟ إيه الجمال دا؟ أصلاً نادراً نادراً ما فنان يفضل في المهنتين والتين صعبين لأنه في الغالب إنه شغلبة الحياة اللي حدك بتتكلم عنها بتخلي الواحد لازم يسيب حاجة والله ما كانتش قادر أعمل كده يعني مجذبش عليك يعني فيه ناحية مادية أيضاً طب الهندسة كان بتدينا أجر كويس والفن طول عمره كده وكمان في المقيس الزمان الأجور كانت فقيرة بسيطة جداً بذكر بقى الحاجات اللي سيبناها عشان كنا مشغولين الثراثي أضواء المصر أعمالو إنت حتظرت عنك تكون ضمن الفريق ولا إيه؟ لا المعلومة مش كده المعلومة أنا كنت نحن الجيل بتاعنا كنا متقابلة عند الأستاذ فؤاد كنت أنا والضيف وإسامة عباس وزكريا موافي ومجموعة جيدة جداً من الفنانين بنتقابل طلبة يعني فكان ارتباطي بالضيف أحمد ارتباط وثيق وكنا حبايب قوي 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 كلام ده لما بكلم على سنة 58 وخمسين وابتللنا نعمل مع بعض شور كوميدي لطيف إن احنا نأي مثلاً جهة من جهات الجامعة عايزة تعمل برنامج إحنا مستعدين نقدم ساعتين ليكم من الضحك من نظير عشرين جنيه وإننا عاملين كفير أكرة تضيفه في راوكس فعلاقة قوية ومتينة كلام ده سألت 58-59 أثناء الدراس هو كان متخرج وكنا مرتبطين ببعض خارس يعني لكن الجاذف الشهر بقى مع مسرح الدولة وكان مش شهر موظف في رعاية الشباب وللقا مسامرة والأخير الفنية دي لما تبقى قوية بين اثنين أو ثلاثة تبقى ليها طعم إنساني كمان آه إنساني خارس يعني وعائلي فأنا بتكلم على سنة 58 كانش فيه حاجة مع سولاتي أيو قبل ظهور سولاتي أزوار مصر سولاتي ظهر سنة 61 في فرنامج اسمه أضواء المصر كان بيعمله التلفزيون الأستاذ محمد سالم أرحمه كان هم اللي بيعمله ده فجاب التلاتة دول كان سمير في اسكندرية وغاوي قوي إنه يبقى كان حياة نصت قوي في الحتة دي وجوز دفعين شمس وكان معام واحد اسم عاد النصيف هم التلاتة دول عمر دكتور الحقني دي في الأول ونجحت ودي كانت البداية يعني علاقة حضرتك بالضيف أحمد كانت قبل أصلا تأسيس ثلاثي أدوار أيو طبعا ده تاريخ يا أستاذ فروق وأنا بحكيلك على أصيح لأن أحد الصحفيين اللي أنا بحبهم وقدرهم أه أنه عني بزور التاريخ أزور إيه لا ده تقولي هم هم لما مش عاد النصيف سافر بره عشان يعمل دراسة ياخد مجلسير أو الدكتورات وكان ممثل كويس قوي لطيف يعني فأحب واحد ثالث فأنا كنت ناشط قوي وليأ اسمي في الجماعات يعني أه فزور جيب سامير جومي عشان أشتغر معاهم وده شيء أمر طبيعي أه يعني ما كانش كلام الكلام ده سنة واحد وستين اتنين وستين أه واحد وستين فقلتلهم لا أنا لوقتي في سنة تانية متالث سنة وكنت اكسترنة يعني لو سيطت رفت أه أقول لبيتي إيه بقى واضح جدا من كلام حضرتك إن فيه خط كده ليه دعوة بالالتزام قبل الفن يعني عندك شوية مبادئ حضرتك كررت كمان قولت كنت شقدر أسيب الهندسة وقبلها كنت شقدر أسيب الدراسة فدي حاجة لازم أرجع أسأل حضرتك فيها بعد الفاصل تسمح لنا نفضل لإنه أنا بحب أطلع كده من الوراء الحكايات بالقيم الأساسية في حياة الفنان ده ودي المكسب الحقيقي متأيق لي بعد الفاصل نرجع نكمل مع الفنان القدير الأساس فاروق فلاوكس عن مشوار من الحياة والنجاح والحقيقة كمان أساس فاروق عنده رأي حقيقي في ثقافة الفنان زي ما كنا قبل الفقرة اللي فاته بنكلم عن ثقافة لعب الكرة وفكرة إنه إحنا كل النماذج الكبيرة اللي انبهارنا بيها لما بنفتش في الكواليس بنلاقي إنه فيه مخزون كبير جدا غير بس المخزون الفني الرائع اللي شفناه على الشاشة بعد الفاصل نكمل كلامنا مع الأساس فاروق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اللحظة دي تمثل كتير قوي في حياة الفنان بالنسبة لحضرتك هل ممكن اللحظة دي والقدر كبير من الحفاة والصدق في التقدير ده يعني إحنا شايفين ناس صدقة قوي في تقديرها لحضرتك كانت حقيقي بساطتك كنت متوقع مبسوط احكي لنا شوي على تفاصيل اللحظة الحلية لما لاقي سات الأستاذة الدكتورة الفنانة الوزيرة إيناس عبدالدائم تكرمني بهذا التكريم يعني أنا باعتبرته يعني كتير علي يعني درجة الدموعة تنزد من أيني وأنا قاعد يعني شيء تكريم عظيم جدا وعن مشوارك الفني وهو ده اللي دايما بما أن حضرتك بقى أستاذ كبير ومثقف يعني إحنا يا جماعة طول البريك والأستاذ فاروق بتكلمني عن الإراية وعن قيم حلوة جدا كده فالتكريم عن المشوار الفني هل ده حياة تانية للفنان يعني أنا عايزة أشوف الزاوية اللي حضرتك شايف منها الحكاية دي طبعا أستاذ فاروق بتكلمني عن الإراية وعن قيم حلوة جدا كده ده قادة حياة ده يعني فتحولي أمل جديد فإن أنا يعني هستطيع أن أقدم أيضا كثير وكثير وبعدين تكريم يعني أنا ما شفتش كده أفضل حياة سيدة الوزيرة يعني كرمتني مرتين مرة في مارجن القوم المسرح من شهرين ومرة في ده تكريم يعني وفي حفاوة تأدير وحضرتك ده تأدير مستحق أتمنى أن أنا أكون مستحق لكن يعني أنا سعدت بلغة جدا وقوية جدا جوايا دي صور التكريم اللي سبقوا احنا هم نعرضها على الشاشة طيب أنا عايز أرجع مع حضرتك لأن أنا يعني فتحنا كده سؤال وليزم نجاوبه فكرة خط الالتزام في حياة فاروق فلاقس يعني كنا منتكلم عن العمل في تقديم السكتشات المسرحية مع الفنان سامير غانم والفنان جورج سيدهم كنا منتكلم عن التزام مصرحي أثناء الدراسة والتزامك كمان بمهنة الهندسة أثناء احتراف التمثيل خط الالتزام في حياة حضرتك وإيه ترتيب الأولويات في حياة فاروق فلاقس طول الوقت شوفي حضرتك أنا ربنا أداني الخضرة لأنني المتعرض لأي مسؤولية لازم أعملها كما ينبغي من غير مناقشة يعني أنا مهنة هبروح شهور الصبح هركب قطر الساعة 4 إلى 3 عشان روح اسكندرية عشان أعمل عرض وكان بالذات منهم سيدة الجميلة فقبل ما أروح أروح بادل حكم القطر يعني فشوف البلاتفورم اللي بيصلى عليها الرقي الحارس بتاع المسرح أنا أعمل عليها شوية وبعدين أعمل العرض بتاعي وبعدين أخرج ياه أروح عند المطعم بتاع اللبان أكل سندوش وكده وأروح القطر أركب قطر الصحفاء عشان أنزل تاني يوم ترجعك في محطة مصر ومحطة مصر أروح للشركة بتاعتي اللي كانت في نصف البلد ياه أبأ أول واحد داخلي ده خدي بالك ده على المدار أيام هذا الالتزام ده يعني ده مسئولية طبعا وبعدين في أيام على الفكرة كان بتبقى صعبة جدا أنا عندي أنا كنت مازك المشروعات آه فعندي مشروع في أسوان آه وأنا بعمل مسرح بالليل فباخد طهر الصبح الساعة السابعة هنزل في مطار أسوان يجي أخدوني بالعربية نروح على الملوكيشن في الشغل مش ممكن ما أنا عشان كده بقولي حزيتك إزاي؟ يعني قعدت سنين عمرك بهذا يعني بالالتزام ما بين الاتنين ما هو ما أعرفش ده عظمة طيب طيب وكنت بترجع من أسوان بالتيارة الصبح هارجع بقى من أسوان واقف في مطار أسوان والثاني التارة اللي جاي من أبو سيمبل ها هي تيجي متأخرة يا مجيش هبقف كده على أعصابي عشان عندي مصرح عندي لازم حنزل من المطار ده على مطار القهيرة أركب من مطار القهيرة تاكسي هروح المصر حقدم العرض مش ممكن ده شقة أقسم بالله هذا كنت تتقدوا كم في المصرحين في العرض يعني لا كنا بناخد في الصهر مرتبتنا مرتب يعني أنا في سيرة جميلة كنت بصدق مرتب كويس كان 25 جنيه في الصهر وده وقتها طبعا ده رقم كويس أبو وكان بدل السفر بتاع لما روح اسكندرية 75 قرش في الليلة يعني أقصد بس أل حضرتك ليه يعني أقصد الفن كان جايب همه ما كانش لا ما كانش جايب همه برضو لا لا أو على الأقل بالنسبالي تعالي بقى شغال بياها these بأخد مسرتب وأنا لا أنكرك يعني أوعيا دلوقتي مهندسين كانوا بقتباضوا كويس أو زمان زمان كويس كان من us وو إذن Marine أحتمام الدولة بهم كانت مهمة جداً عبدالنصر كان مهتم بهم لأنه ما كان عايز يعمل أستاذ العالي وعايز كذا وعايز كذا وعايز كذا فكلفنا لكن طبعا عندي سؤال على التزام تاني أستاذ فارو حتاك اشتغلت في مصرح الأستاذ الكبير عادي الإمام دي بقى المصرح هي كان بتقعد بالسنين يعني الواد سيد الشغال قعدت كم سنة على المصرح 8 سنين 8 سنين 16 موسم إيه ده بقى؟ إيه بقى القدر من ده مش التزام عادي بقى ده التزام وترتيب مواعيد وحياة وصفر وكل حاجة بتترتب على عرض مصرح برضو حضرتك كنت ملتزم بشغلك وقتها؟ طبعا ده إيه الجمال ده؟ لا وبعدين برضو الشغل ما عادي المتعة يعني وليه متعة أخرى أنك بتسافري تروح أنا روحت قدمت المصرحية دي في كام بلد؟ روحنا أمريكا من الشرق للغرب أه ولايات 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 اللي غادت وصلنا بفلوريدا أه وروحنا كندا وروحنا أستراليا وروحنا وأكيد الدول العربية طبعا لا يعني بتكلمك على البلاد وروحنا ف يعني من ضمن الحاجات اللي أنا بحبها قوي أن أنا اشتغلت على مصر حلقة أولمبيكة اللي غنت عليها ست مكادسون الله أنا حتى أقفت على مصر أقولي ربي كتب ست مكادسون مقفة هنا أقولي أه يعني عاز أقولي إحنا بنقول كده بقى يا أستاذ فاروق لما بندخل الستوديو ده بنقول الستوديو ده ده وقف فيه أو اشتغل فيه أهم صناع الدراما في مصر الديليزيون في مصر طبعا يعني الرحلات دي برضو كانت جميلة وأنا أشكر لعهد الإمام أن أتاحي فرصة نكون موجود معاه وهو حقيقة لما عملت معاه دور ده بتاع ست بتاع ربا السادة الشرقيل هو قالي فاروق أنا عارف الدور مش 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 قيمتك أوي بس قلت له لا معاك يبقى قيمتي خلاص ده وكان دور لصيف أوي يعني هو كده كان طب أنا عايز أسأل حركة على دور تاني ودور ده معظمنا بيحبوا أوي لحضرتك رغم أنه كان دور جريء أوي دور حضرتك في الراقصة والسياسة مصيبة مصيبة وبنحبه ودمه خفيف وشخصية كده لو تقدمت صدقني أستاذ فاروق دلوقتي الناس هتقعد تقول إزاي بتقدمه الشخصيات دي لا ما يقولوش كان فيه حرية ومساحة أكبر زمان لا لا كمان إنت إزاي بتحضرتك إزاي إحنا بنتناول الشخصية آه فيه كلام جارح لا فيه لفظ كده ولا كده ولا شفتيني عامل حاجة مش مظبوطة لا هو الشخصية اليولى بس قدمت حضرتك الشخصية بكل تفاصيلها ها طبعا وما كانت مقبولة وما حصلش أي انتقاد للشخصية دي حصل كتير أنا أقول لحضرتك حضرتك طب حكيلي ردودة الفعل وقتها آه آه لما قدمت في الدموع في الموقع على شخصية الجريجي آه الجريج كانوا فاكريني جريجي آه لما قدمت الدور ده مع نبي العبيد السازة الناس كانوا فاكريني كده من أسف الشديد آه لما عملت آه آه الشامي في مسرحية آه الدنيا لما تضحك كانوا فاكريني لبناني آه هو الصدخ في أداء الشخصية بيخلي الناس يجي لها انتباع نانا كده آه فعانيت طبعا معناه ولا دي عانوا معناه معقول والله وفي شغل الرجل المدير بتاعي قال لي ازاي تعمل كده وانت مهندس انت رجل مسؤول انت طول ما عليها طبعا ده دور ده فن ده آه انت مش فاهمينه ولا ايه يعني صعوبة الدور ده كان في استقبال الناس مش في الانتقادات كان في أن الناس تدقت حضرتك زيادة بتيالي كده آه يعني وتبعدوا معايا وعدين يبصوا الناس والله مو كويس الرجل او جميع ده مش كده يعني حاجة غريبة يعني آه يبدو ان الصدخ صعب يعني فا قدمت العمال كتيرة كلها تتميز بالصدخ لأن انا حاجزي بلايه هي دي الشخصية كده هم هي دي البن قدم ده لما مسر وبعتعب بقى في الدراسة وبعتعب في تشكيله ولبسه ونطقه وانا بروح الشغلة كمان يعني من دس عشنق تصوير الدراما آه طبعا ده يعني معاناة جميلة خمسة وستين سنة فيها معاناة يعني ايه احلى قيمة في المشوار الحلو بتاع حضرتك ده احلى احلى قيمة انت شايف ان كل واحد كده لما بيتأمل في حياته بيشوف شوية مكاسب اه ايه اغلى مكاسب عند حضرتك غير ولادك الحلوين طبعا اللي دخلوا كمان المجال الفني اه لا او لا يعني انا عندي واحدة مدخلتش المجال الفني اه 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 لا انا عندي اه مكسب كبير جدا اه اسمه حب الناس جدا جدا اه ده بشوفه في كل حتة يعني لما ابقى انا في قلب الكعبة باعمل عمره والراجل باركب الكرسى ابو عجل وبيعمل السبع عشواط اه وفي كل شوت بيلخلني اللي انا بقوله فبقوله فجات في حتة فيها ظلم اه اه ما ببغي ما تبغي ده ايه لازم قلت قال لي ما ببغي اه فاخدت وروحت للزابط قلت له الراجل ده عمل لي كذا مش عايز فلوسك قال لي وهبة يا اخي وهبة اه يعني الصواريو حتى في قلب الكعبة الراجل مش عايز منك فلوس عايز يقدملك اكرام يعني اه طبعا هتلاقي حب اكتر من كده وراح جابلي المصحف من قلب الكعبة اه جوه عشان ودهولي يعني طيب ما يعني في اكتر من كده صروة ده رصيد وقبول ومحبة صروة صروة كبيرة جدا حب الناس دي الاحد لو يعرفوا ويقدروا وبعدين مش منهم بس انت كمان انت لازم تحبيهم ولازم تعود معهم زي ما بيعودوا وتعود على الرصيف معهم زي ما بيعودوا وما فيش تكبر على البشر اه اه انا فنان اه بس انت مريد ومحب وبتديني امتي يا سلام طبعا طبعا يا ربنا يدمها على حضرتك نعمة وبشكرك وبشكر تشريفك لينا نورتنا استاذ فاروق والله انا الاستمرت بكم ولو ان ما عرفناش نتكلم كتير بس اكلمنا كلام عميق لكن احب اقول لحضرتك انا سيد باللقائي بك يا استاذة واتمنى ان نتلاقي مرة اخرى يا رب نقدر نعمل حديث مطول عن المشوار نفسه شكله ايه في ايه اه احنا محتاجين نعمل يعني حلقات خاصة كده عشان فيه كنوز عندنا في بلدنا يعني مهمة والقراءة مهمة جدا 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 وعيه والستة الوزيرة في معرض الكتاب الأخير ده ايه النجاح ده اه في عز الكورونا دي وبتاع ايه الحلاوة دي الناس لسه بتحب الثقافة وبتحب تسمع من الناس المثقفين فيه بنا قدم يعيش من غير ما يبقى مثقف اه فيه يبقى مفيش بقى فيه صدقني يا استيس فاروق لا الثقافة دي حاجة كبيرة قوي والقراءة حاجة كبيرة نعمة كبيرة من عند ربنا بشكرك بشكرك بستة فاروق نورتنا الفنان القدير والكبير قسان فاروق فلوكس اللي شاركنا مش بس بكلامه عن بس كلام سريع عن المسيرة الطويلة اللي ما يكفيهاش فعلا وقت الفقرة لكن كمان يعني ادينا فرصة ان نقوله كل سنة وحضرتك بألف خير وحضرتك بألف خير وكل الناس بتحبك وبعتنلك سلام ومحبة وتقدير اه لازم اوصلهم على الهواء بشكرك ونورتنا وكل زماني في الكنترول اهم بعتنلك سلام خاص بيوصلوه كمان لحضرتك دي كانت حلقتنا النهاردة من برنامج التاسع ان شاء الله نشوفكم على كل خير بكرة استاذ شافكي ترجع الاسبوع الجاي بألف ألف ألف سلامة اشوفكم على كل خير